اشتركوا في القناة ما هي الخطة التي اطلقتها الامم المتحدة فيما يخص صغار المزارعين نعم سوسا بالفعل يصادف اليوم مرور خمسين سنة على اقرار اليوم العالمي للبيئة والذي اختارت له الامم المتحدة شعار مكافحة التلوث البلاستيكي الاحتفالات تحتضنها ساحل العاج وفعلا يعد اليوم العالمي للبيئة منصة مهمة لزيادة التوعية بالقضايا البيئية ولعل اهم المشاكل البيئة واكبر المشاكل البيئية التي تواجهنا اليوم مشكلة الانبعاثات وايضا صحة النباتات وصحة المحاصيل الزراعية ولذلك كانت هذه المبادرة فقد اكدت منظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة فان النجاح في احدث تحول في النظم الغذائية ونظم الزراعة سيعتمد الى حد كبير على دعم اصحاب الحيازات الصغيرة لمساعدتهم على التكيف مع التغير المناخي وتعد البدان النامية موطنا لنحو نصف مليار اسرة من صغار المزارعين الذين يعملون في ظروف بيئية واجتماعية واقتصادية مختلفة ما يجب وضع حلول خاصة تتلأم مع تلك الظروف اذ لا يوجد حل واحد يناسب الجميع التفاصيل في سياق التقرير التالي بعد ان اصبح الخفض الحاد لانبعاثات غاز الميثان جوهريا لحصر زيادة الاحترار العالمي ما دون 1.5 درجات مئوية اطلق الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ايفاد مبادرة جديدة لمساعدة البلدان النامية على خفض انبعاثات غاز الميثان الصادرة عن الزراعة صغيرة النطاق حيث سيتلقى المشروع دعما بقيمة 3 ملايين دولار امريكي من قبل مركز الميثان العالمي اضافة الى مليون دولار كدعم من وزارة الخارجية الامريكية مساهمة صغار المزارعين في الانبعاثات اقل بكثير من مساهمة الزراعة الصناعية كبيرة النطاق لكنهم يستطيعون المساهمة في جهود التخفيف من حيث يصدر قطع الزراعة نحو 42% من بعاثات غاز الميثان التي تنشأ بشكل اساسي من الثروة الحيوانية من خلال التخمير المعوي وادارة السماد الطبيعي وزراعة الارز المغمور بالفيضان وكذا حرق مخلفات المحاصيل العمر القصير للميثان في الغلاف الجوي يعني اتخاذ اجراءات فورية قد يقلل بسرعة من معدل الاحترار العالمي لذلك يستثمر الصندوق مع الشركاء لتحقيق هذا الهدف بطريقة تولد فوائد عالمية وتؤدي ايضا الى تحسين سبول العيش في المجتمعات الريفية حيث سيوفر هذا التموير للمزارعين اصحاب الانحيازات الصغيرة السياسة الصحيحة والدعم المالي للحد من انبعاثات غاز الميثان مع زيادة انتاجهم الغذائي ومداخلهم السندوق سيقدم المساعدة التقنية لخمسة عشر بلدا لدعم دمج عمليات خفض انبعاثات غاز الميثان ضمن مساهماتها المحددة وطنيا لدمجها ضمن اتفاقية الامم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في عام الفين وخمسة وعشرين وسيساعد السندوق ايضا البلدان على تصميم مشروعات وحلول تمويلية مختلطة لخفض انبعاثات غاز الميثان في النظم الزراعية والغذائية إذن بالفعل فوسوسا هي مبادرة مهمة جدا لأن صغار المزارعين يساهمون في نحو الثلث الأغذية عبر العالم لكن في المقابل مساهمتهم في زيادة الانبعاثات ضائلة جدا لكن تأثرهم بالتغيرات المناخية كبير جدا هذه المبادرة جاءت بالفعل في وقتها ولو تأخرت قليلا لكن يجب ان تراعى في هذه المبادرة خصوصية كل المناطقة لأن بعض المناطق فيها نسبة جفاف عالية وشح كبير في الامطار في المقابل هناك مناطق اخرى تعاني من فيضانات دائمة لذلك الخطة يجب ان تراعي هذه الظروف لكي تساعد صغار المزارعين على ممارسة ومواصلة نشاطهم صحيح وكما ذكرت ان التغيرات المناخية لها التأثير الكبير على الامن الغذائي اللي كنت نولناه في موضوع النقاش سهم احضرت لنا اخبار بيئية متنوعة اللي من بينها ان الانشطة البشرية تتسبب في تراجع اعداد الفيالة في اسيا نعم بفعل سوسان فقد اعلن فريقنا دوليون من علماء البيئة ان مناطق عيش الفيالة في اسيا قد تقلصت باكثر من النصف خلال القرون الثلاثة الماضية بسبب الصيد الغير مشروع قطع الغابات والتوسع العمراني بحسب ما اعلنت مجلة ساينتيفيك ريبورتس التي اكدت ان هذا التقلص سيؤدي الى تعقيد عملية استعاد الفيالة الاسيوية التي لا يزيد عددها في العالم حاليا عن 52 الفيال وهي في تناقص مستمر العلماء درسوا دور فعيش الفيالة الاسيوية البرية وكيفية تغير استخدام الاراضي منذ 1700 واثرت النتائج ان مساحة المناطق الملائمة لسكن الفيالة في اسيا تقلصت باكثر من 64% خلال القرون الثلاثة الاخيرة خاصة في الصين والهند اللتاني كانت الاكثر تضررا لانهما فقدت نحو 94% من موائل الفيالة الباحثون اكدوا كذلك ان المساحة نموذجية للغابات التي يمكن الفيالة ان تعيش فيها قد انخفضت باكثر من 83% ما ادى الى انقسام قطعن هذه الحيوانات الى مجموعات صغيرة وهو ما اعاق بقاءها على قيد الحياة نعم نبدأ البحث على انواع جديدة من الاحياء في المحيطات نعم بالفعل سوسا يسعى الباحثون الى تسليط الضوء على الحياة البحرية الخفية من خلال مشروع طموح يسمى احصاء المحيطات المبادرة العالمية تحاول العثور على مئة الف نوع غير معروف من الاحياء على امتداد السنوات العشر المقبلة وفي الوقت الذي يعتقد علماء ان اكثر من مليونين نوع بحي موجود في المحيطات فان تقديراتهم تشير الى عثورهم على 240 نوعا فقط حسب احصاء المحيطات الباحثون قالوا ان تحديد الانواع الجديدة سيمكن من ايجاد طرق لحمايتها من اثار تغيرات المناخية كما اشاروا الى ان ازمة المناخة ستؤدي ربما الى انقراض الانواع الحية داخل منطقة الشفقة بما يتروح بين 20 و40% قبل نهاية القرنة واذا لم تفلح جهود كبح جماح اقول انبعاثات غازات الاحتباس الحراري فان التعافية قد يستغرق الاف السنوات نعم بالفعل سوسا هذه الدراسة يأمل من خلالها الباحثون او هذه المبادرة يأمل من خلالها الباحثون او العلماء الى حماية الانواع الغير مكتشفة من اثار التغيرات المناخية خاصة واننا لا نعرف بعد مدى حساسيتها من هذه الاثار خاصة ارتفاع درجة الحرارة عند البحار وايضا المحيطات التي تتلقى الجزء الاكبر من ارتفاع درجة حرارة المحيطات وخاصة وان 4% فقط من المحيطات هي مناطق محمية النسبة المتبقية كلها هي غير خاضعة للحماية ما يعرضها لكل انواع الصيد الجائر وايضا كل انواع المخاطر التي تتهدد البيئة في وقتنا الحالي نعم سيهان بالاضافة كذلك لان النفايات البلاستيكية تشكل خطر كبير كذلك وخاصة ان هناك بعض دول تخرق القانون الدولي بصادرات من النفايات البلاستيكية نعم بالفعل وهذا ما اشرت له عدة تقارير سوسا فقد خلصت دراسة مستقلة لبيانات الامم المتحدة الى حصول انتهاكات للقانون الدولي من خلال تصدير عدد من الدول المتقدمة نفايات البلاستيكية الى الدول الجنوب في مخالفة لتعديلات الاخيرة لاتفاقية بازل حول التحكم في النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود الدراسة التي اعدتها الشبكة الدولية للقضاء على الملوثات وشبكة عمل بازل الغير الربحية اشرت الى ان دولا بينها الولايات المتحدة الاتحاد الاوروبي اليابان بريطانيا وكندا استمرت بتصدير كميات كبيرة من النفايات البلاستيكية تحت سطار اعادة التدوير الى بلدان نامية مثل اندونيسيا الهند مكسيك وايضا فيتنام وان قسما من هذه النفايات جار تصديره ضمن مزيج انواع اخرى من النفايات كالمنسوجات والاوراق والاكسسوارات وتقدر كميات النفايات البلاستيكية المخفية بنحو مليونيط سنويا تشق طريقها بغطاء شرعي الى الدول الفقيرة حيث تمثل هذه الكمية نحو ضعف تجارة النفايات البلاستيكية المصنفة في بيانات الامم المتحدة ومن المرجح ان يكون حجم تجارة النفايات البلاستيكية عبر الحدود اكبر بكثير مما هو معلن نعم سوسا هذه المشكلة هي خطيرة جدا مشكلة النفايات البلاستيكية لهذا تم اختيارها لاحياء الاحتفالات باليوم العالمي للبيئة هذه التقارير تشير الى استمرار التلاعب من قبل دول المتقدمة في قضية النفايات البلاستيكية وتبقى دائما الدول النامية التي تتحمل اللعبة الاكبر فيما يخص النفايات البلاستيكية صحيح وهناك مساعي حديثة لمكافحة كذلك التغير المناخي من خلال حماية نبتة البوسيدونا التي تعتبر اكثر فعالية في مكافحة التغيرات المناخية نعم بالفعل هي اداة مهمة جدا في مواجهة التغيرات المناخية فقد نبهت شبكة بوسيدونيا المتوسطية الى اهمية نبتة البوسيدونيا فهي تشكل موئلا للأسماك ومركز حماية من التآكل اضافة الى دورها الكبير في مكافحة التغير المناخي فبامكان هكتار واحد من هذه النبتة التقاط اربعة اضعاف كمية الكربون التي يلتقطها هكتار من غابات الامازون الشبكة اكدت على ضرورات حماية هذه النبتة التي تغطي اكثر من مليوني هكتار من مساحة البحر الابيض المتوسط خاصة بعد ازالة نحو 30% من غابات البوسيدونيا في المنطقة منذ قرن وكانت دول مثل فرنسا اسبانيا وكرواتيا قد اقرت قوانين تحضر رسو القوارب فوق هذه الغابات كما تسعى شبكة بوسيدونيا المتوسطية من جهتها الى استكمال رسم خرائط احواض هذه الاحشاب مع التمييز بين التي تتمتع بجودة بيئية عالية ومحمية تماما وتلك ذات الجودة الاقل لتمكن من حماية هذا النظام البيئي الفريد الذي تختص به منطقة البحر الابيض المتوسط وبالفعل سوسا هذه النبتة مهمة جدا في مواجهة التغيرات المناخية غابات البوسيدونيا تنتج اول متر المربع الواحد من غابات البوسيدونيا ينتج 20 لترا من الاكسيجين ما يعني دورها الكبير في حماية الحياة البحرية اضافة الى قدرتها العالية الامتصاص غازات اوثانية اكسيد الكربوني التي تفوق قدرة غابات الامازون لذلك حمايتها اصبح ضرورة خاصة في وقتنا الحالي ونحن نكافح ونحارب مشكلة التغيرات المناخية نعم سهام وهذا طبعا ما يجب كذلك على الاعلام فعله للحفاظ طبعا وولي التوعية من خطورة التغيرات المناخية نعم بفعل سهام شكرا لك سهام على كل هذه الاخبار البيئية المتنوعة شكرا لك اذا مشاهدين الى هنا نصل الى ختام الفقرة البيئية طبعا باقي فقرات برنامجة صباح نيوز متواصلة معكم ابقوا معنا شكرا لك